أكدت وزارة البيئة أن الأزهر الشريف كان في مقدمة المؤسسات التي أظهرت الدعم الكامل لصدافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وساهمت بالأفكار والرؤى البناء مشيدة بخطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر في الفاتيكان حول المناخ جاء ذلك خلال إعلان مبادرة مناخنا حياتنا والتي تتضمن تنفيذ قافلة أسبوعية لمدة عام وحملة توعية شهرية و24 ورشة عمل وتدريب 100 واعظ وواعظة في مجال التوعية بتغير المناخ بالتعاون بين مركز الأزهر للفلك الشرعي وعلوم الفضاء والمراكز البحثية المتخصصة